زي أنا كمريض أعرف أنا مصاب بشرخ شراجي أو بوصير بالضبط ده سؤال مهم جدا تفضل كل العيانين يختلط عليهم الأمر أنا عندي واجع في الشراج خلاص هو كده عمل مجموعة أو جمع المشكلة بتاعته كلها أنا عندي واجع في الشراج وهنا بعض العيانين مع الأسف بتلجأ لأساليب طبية بسيطة وضعيفة يعني مصدره إيه؟ مصدره السيدة ليه؟ أنا عايز حضرتك مرهم للشراج وثقافة المبيعات على فكرة يا فندم خلت إن كل المراهم الموجودة دلوقتي يتقال عليها إيه؟ مراهم بواسير وشرخ بواسير وشرخ فالعهم ما بقاش عارف ده من أخطر أخطر لو حضرتك بصينا هنا على المكتن القطع الموجود ده تخلي لو أنا عديت منه حاجة اسمها لبوسة أو تحميلة بلغة إخوانا العرب برضو سبزيتوري تخلي لو عد من هنا يعمل ليه في القطع ده؟ يزوده ولا لا؟ لا يزوده؟ طبعا لما يجي لي عين ويقولي أنا أخدت أنواع من الأدوية زي التحميل دي يا دكتور وأكتشف بعد كده إن عنده شرخ شراجي هو عمل في حق نفسه جريمة لا دكتور وائل الله يرضى عليك قل لنا دي تاني لا دي تاني دي مهمة يعني في ناس فعلا بتروح للصيدرية بالضبط يجيب اللبوسة يجيب اللبوسة وياخد الدواء بتاعه تزيده ألم طبعا لأنه هو اعتقد أن مرضه عايز حاجة تعمله عدم احتقال عشان البواسير فيه خلاص يحصل له نوع من نوع الامتصاص تترفع لكن المشكلة الكبيرة والمصيبة الكبيرة إن لو كان عنده شرخ شراجي مرور اللبوسة في القناة الشراجية يا جماعة بتزود من المرض يبقى هنا حصل خطأ حتى العيان أخطأ في حق نفسه فاهم يا فاهم بي طيب تكتب في صورة ممكن تشرحها للسادة المشاهدين الحالة الصورة اللي قدامنا دي هي صورة القطع الشراجي قطع في قناة الشراج في الجزء السفلي منها القطع اللي في الجزء السفلي ده بيوضح لنا إن مكان القطع حد جدا واللون الأحمر ده هو لون بيبقى مصحوب بدم أحيانا العيان بيبقى معا جزء من الدم بيخرج معا الحالة الموضوعية يختلف عن البواسير لو شفنا الصورة الأخرى البواسير هي تمدد دموي البواسير هي تمدد دموي في الصورة الأخرى إن شاء الله ما هو التمدد بالزبط كده تمدد الدموي إذا ما حايت شافة في الصورة واضح جدا يا دكتور بالزبط واضح جدا إنها خارجة من عند الأوردة بيتيجي طبعا بأسباب متنوعة لكن أبسطها الحزء والإمساك أو الإسهال العنيف جدا أو خروج البراز بشكل صلب كل دي حاجات ممكن تأدي للبواسير طبعا بواسير احتقان دم لما يخرج من عيان شيء بيبقى مستفز ليه لدرجة إن العيان أحيانا ما يقولش إنه أو بيستخدم كلمة أو كلمة أنا دي بتوجعني بس هي مش بتوجعه هي مش بتوجعه هو I don't like it باللغة بمعنى أنا مش حبيبها في شيء بينزل ويسقط ويطلعلي يا دكتور هو مش حبيبه فسأيت أقول يا دكتور دي مؤلمة البواسير مش بتقلم إلا في درجاتها المتأخرة لكن البواسير في درجاتها البسيطة مشكلتها الأساسية هي الدم نزول دم مع العيان الدم النهاردة لو العيان لقاه على الطايلت بيبرز لو كان عمل الطايلت بيجعه بتخددوا بالدي طبعا نزول دم بالشكل العنيف ده خصوصا إحنا عندنا بعض الأمور أجريسي في حبيتين يمكن برضو بنقول إخواتنا العرب عندهم مش شطف بيستخدموه باندفاع عنيف جدا وده خطأ أحيانا بيستخدموه سائع وسخن يمكن دي مش عندنا في مصر مشاهدين عارفين الكلام فطبعا تخالي حضرتك لو كان دافي جدا البدي بتاع المايا ده ممكن جدا يأثر عليها وساعتها البواسير تمتد أكتر وأكتر طبعا